وفي الأسس المجتمعية المهمة احتضنت جامعة تكريت مهرجانا ثقافيا لدعم منهج تمكين المرأة وضمان حقوقها وشراكتها بالقرار على مختلف الأصعيدة وليد علاء وتفاصيل أوفر المرأة العراقية نواة المجتمع ونخلة الصبر التي طالما امتحنتها الظروف القاهرة فأثبتت القوة والوفاء والوجود فقالتها أنذا رمز الحضارة والتاريخ والحاضر والمستقبل مكانة أساسية في القرارات الوسرية والبناء التربوي والأخلاقي والعلمي والمشاركة السياسية ولتمكينها ورفع كافة أشكال الظلم والتمييز عنها أقيم في جامعة تكريت وقائع المهرجان الثقافي الثاني والمدعوون أجهزة حكومية معنية في الدفاع عن حقوق المرأة المرأة هي اللي تنجب المرأة هي اللي تربي المرأة هي اللي تحترق حتى تنير كشعلة منيرة في أسرتها للأسف للبعض هذا الموضوع لا يعترف بي لكن هذا واقع حال اليوم المرأة هي الأم هي الزوجة هي البنت هي الأخت هي المساندة ليس فقط شركة حياة شركة درب شركة مسيرة على جميع الأصعدة فصلتنا الضوء على دور المرأة ترعى المؤسسات العلمية والثقافية في صلاح الدين مختلف البرامج التنموية والكرنفالات لتقويم عمل المرأة والتركيز على احتياجاتها كافة لترويج المشاريع الصغيرة للتي يمتلكن المواهب والإرادة في العمل والإنتاج لكن لا زال الدعم الحكومي لا يلبي تطلعات والطموحات هذا حديث يستمع له جمع من النسوة كمحاضرة وعوية تطرح السلبيات وتضع لها المعالجات وسط تأكيد أن المرأة العراقية ليست مظلومة كما في السابق بل أخذت كافة الأدوار أنا أرى أن العراقية غير مظلومة قياساً بما يحيطنا من ناحية فرص التعليم من ناحية فرص التوظيف سواء في العمل الحكومي أو العمل الحر أنا عندي إحصائيات بإقبال الفتيات على الجامعات يوم عن يوم تزداد نسبة إقبال النساء أو الأناث على الذكور وده تدخل في مجالات كانت حكر على الذكور يعني طبعاً هذه بأكبرامج تشجعها يعني مثلاً معدل المرأة في كلية التمريض أقل من معدل فيصير قبال المرأة اقتحمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمنية المعلومات تخشى السلطات المعنية من كتم حالات العنف الأسري لما سينجم عن ذلك من مضاعفات وأذى نفسي ومعنوي وجسدي فلا سبلة للوصول إلا بإبلاغ الجهات والأجهزة المختصة ويقول ضباط في الشرطة المجتمعية أن الأرقام الساخنة متاحة وفي أي وقت للاستجابة الفورية لأي حالات عنف وفي إحدى فقرات المهرجان عرضت هذه الصور الفنية والمؤلفات بإنتاج نسوي حصري وكل يدل على شيء من الإبداع الشرطة المجتمعية دور كبير وفعال في حماية المرأة وتقديم الدعم المعنوي والرعاية اللاحقة من خلال واجباتها في جميع أنحاء العراق ووجد خط ساخن 497 لتلقي المناشدات وكل المناشدات الموجودة في كل أنحاء العراق لمعالجة ومساعدة المرأة وتمكن المرأة من أن تكون إنسانة قيادية أسوة بالرجل يعرض مجموعة من الصور والنتاجات العلمية للتدريسيات الجامعة منها اختراعات وبراءة اختراعات والأجهزة الطبية قد تم صنعها من قبل تدريسيات في الجامعة بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تمكن المرأة في المجال الاجتماعي على مرة تاريخ من بداية التحضير أو العوز الاقتصادي وصولا إلى التمكين الاقتصادي وفتح المشاريع وإدارة المشاريع بإضافة إلى مجموعة من النتاجات العلمية المؤلفة كالكتب والأطاريح والمؤلفات حماية المرأة وكرامتها مسؤولية وأمانة مشتركة بين منظمات مجتمع مدني ومتابعة واهتمام أجهات ذات العلاقة لتصبح أقوى أمام التحديات الضاغطة وأكثر قوة وأمانا وسلاما داخلي ولا يمكن إنكار حقيقة أن بعض النساء المعاصرات أفضل بكثير من الرجال قليلوا الإنتاج والحراك الثقافي والعلمي من جامعة تكريت وليد علاء صلاح الدين